عشرات المتضامنين والمهتمين بقضايا النقب الصامد شاركوا في الندوة التضامنية تحت عنوان بين النقب والجليل دمنا حر ينادي والتي عقدت باستضافة دير حنة وقرى البطوف على ضوء الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على العرب في النقب بهدف التماهي مع قضايا أبناء الشعب الواحد كما وصفها المنظمون الهدف من وراء استضافة منطقة البطوف لهذه الندوة هو رفع الوعي العام الجماهيري الشعبي بقضايا النقب ومعاناة النقب المعاناة الحارقة التي يعانيها أهلنا بالنقب ورأينا أن هناك حاجة لنشر المزيد من المعلومات حول حقيقة ما يجري في النقب ثم أننا نؤمن إيمانا تاما بأن الهم هو هم واحد يعني النقب ليس وحيدا وليس منفردا في هذه المعاناة إنما نحن هنا أيضا نعاني النقب يتعرض لهجم شرسة وقضية النقب ليست قضية أهل النقب فقط قضية النقب هي قضية كل الجماهير العربية في البلاد وعندما يتعرض النقب لهجم على جماهيرنا في الجليل والمثلث أن تنتصر لقضية النقب وهذا الاجتماع مع اللجنة الشعبية في البطوف نهدف منه لشرح قضايا عرب النقب ولكي يكون هناك تواصل وتلاحم في النضال لا بديل عن النضال الشعبي في الجليل والمثلث والنقب للتصدي لهجم الشرس على النقب تشير المعطيات الأخيرة إلى ارتفاع بنسب لا يستهن بها بعدد الاعتداءات على المواطنين العرب في النقب في سياقات مختلفة وسط موجة تحريض متزايد من قبل سياسيين يمينيين على حد الخصوص الأمر الذي أعاد قضية النقب وأهله إلى الواجهة في المجتمع العربي كل الخطط الحكومية والحكومات إسرائيل المتعاقبة من قيامها لحد اليوم كان عنده برنامج واحد ووحيد اتجاه أهلنا في النقب وهو كيف ممكن أنه يرحلوا أهلنا ترانسفير لأهلنا في النقب بثبات وصمود أهلنا في النقب طبعا جميع الخطط فشلت لطالما كان النقب أحد القضايا الشائكة والمهمة على جدول أعمال المجتمع العربي ولكن القيادة العربية تؤكد على أهمية مواصلة النضال لحماية النقب ليبقى صامدا في ظل الاعتداءات المستمرة عليه